موسيقى موسيقى حياكم الله جميعا معاكم أخوكم حامد من مجدوع القرني عميد البحث العلمي بجامعة الملك خالد في الورشة هذه فكرة المحاضرة هو استعراض آلية تصميم البرامج البحثية بعمادة البحث العلمي بجامعة الملك خالد وارتباطها بأهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بعد استعراض البرامج وارتباطها بالأهداف سوف نرى هل كان لهذا الميثدولوجي أو لهذه الطريقة تأثير على الأداء البحثي في الجامعة أم لا ونشوف هذا التأثير طبعا سنبدأ باستعراض سريع لرؤية جامعة الملك خالد المحدثة في ضوء الرؤية أو رؤية المملكة عشرين ثلاثين أن تكون جامعة الملك خالد ضمن أفضل مئتين جامعة عالميا بحلول عام عشرين ثلاثين طبعا هذا انعكاس مباشر لما هو مطلوب من الجامعات السعودية ونقول الهدف المطلوب من الجامعات السعودية في الفترة الحالية أن تدخل خمس جامعات ضمن أفضل مئتين جامعة طبعا التصنيف في حد ذاته أعتقد ليس هو الرقم المنشود أو الهدف وإنما هو تطبيق أفضل الممارسات العالمية للوصول إلى نهاية التصنيف ورفع التصنيف ننظر في جامعة الملك خالد وفي عمادة البحث العلمي أن التصنيف ليس الغاية وإنما هو الوسيلة التي تجبرنا على تجويد الممارسات التي نقوم بها للوصول إلى التصنيف سأبدأ من الأهداف الاستراتيجية لخطة الجامعة هناك سبعة أهداف استراتيجية تطوير جودة التعليم والتعلم توفير بيئة أكاديمية جاذبة وأيضا تعزيز الشراكة الفاعلة مع المجتمع ودعم البحث العلمي وتطويره تطوير الدراسات العليا تطوير الأداء المؤسسي وتنوية الموارد المالية طبعا هذه انعكاس لدور الجامعات اللي هو التعليم أو التدريس وأيضا البحث العلمي وخدمة المجتمع أحنا معنيين في عمادة البحث العلمي بدعم البحث العلمي وتطويره بمعنى ان تحقيق هذا الهدف هو مبني على استراتيجيات عمادة البحث العلمي طبعا آلية تنفيذ الخطة الاستراتيجية في الجامعة هي عن طريق وضع مبادرات لتحقيق هذا الهدف المبادرات هذه يجب أن يكون لها مخرجات مقاسة احنا في عمادة البحث العلمي لدينا عدد من المبادرات لتحقيق هدف تطوير البحث دعم البحث العلمي وتطويره موجودة أمامكم تطوير المعامل البحثية دعم البحوث العلمية وتحفيز الباحثين رفع مستوى البحث العلمي كما ونوعا تفعيل الشراكة مع المراكز البحثية المتخصصة محليا وأقليميا وعالميا وإنشاء مراكز ووحدات بحثية متخصصة إنشاء وتطوير قاعدة بيانات للإنتاج العلمي وإنشاء برنامج باحث المستقبل والتوسع في برنامج الكراسي العلمية هذه المبادرات وأي خطة يعني كمفهوم يجب أن يتم الربط كل برامج بهذه المبادرات بحيث في آخر المطاف أو عند التقييم تبدأ تحاسب هل حققت هذه الهداف جميعا أي خطة يكون عندك ريسك معين فيها عدم تحقيق جزء منها أو صعوبة في تحقيق جزء منها لن ينكشف إلا بقياس مخرجات كل برنامج وبالتالي أي خطة ليس محبط أن تجد نفسك في بعض المبادرات أن المخرجات ليست كالمتوقع بمعنى أنه أنت اكتشفت أنه عندك خلل هنا يجب أن تعالجه وهذه الخطط الديناميكية إذا راح أستعرض لكم فين النجاح وإين العقبات التي واجهتنا ونرى هل النجاح اللي حققنا في الأجزاء التي نجحنا فيها هل كان لها انعكاس حقيقي على أداء الجامعة البحثي أم لا طبعا رؤية العمادة بمعنى حدثت رؤية الجامعة فضروري في ضوء تحديث رؤية الجامعة أن يتم تحديث رؤية الوحدات التابعة لها أن تكون جامعة الملك خالد ضمن أفضل أربع جامعات سعودية في البحث العلمي بحلول 20-30 طبعا الآن احنا تقريبا وصلنا إلى أنه احنا ضمن أفضل أربع جامعات أو بأخذ جامعة الملك عبدالله في تصنيف احنا ضمن أفضل خمس جامعات يعني هذا بفضل الله سبحانه وتعالى الرسالة التي توفرها أو تسعى من خلالها العمادة توفير بيئة بحثية جاذبة للإسهام في اقتصاد المعرفة بتطوير شراكات فاعلة مع المجتمع المحلي والدولي هنا البحث العلمي لا بد أن يكون هناك فلسفة قبل التخطيط له هل البحث العلمي ممكن القيام به كجزيرة منعزلة عن المجتمع الدولي والمحلي كجامعة داخل أسوارها فقط احنا نعتقد بأن هذه كانت فلسفة قديمة التي تهيئت فقط معامل وباحثين ويشتغلوا بمعزل عن المجتمع وبمعزل عن المراكز البحثية المتخصصة وبالتالي كان الهدف تطوير الشراكات الفاعلة سواء مع المجتمع المحلي والدولي هنا نقصد بالمجتمع الكلمة العامة المجتمع البحثي المجتمع الأكاديمي المجتمع المدني إلى آخره فلابد من تطوير شراكة وشراكة فاعلة حدثنا أهداف الاستراتيجية للعمادة كما قلت في ضو تحديث الأهداف الاستراتيجية للجامعة فكان ربط سياسات البحث العلمي برؤية ورسالة وأهداف الجامعة الإسهام في تطوير البنية التحتية للبحث العلمي بالجامعة وهي جزء أساس من المنظومة البحثية تشجيع الكفاءات البحثية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب للإسهام في صناعة المعرفة هنا أشركنا بس لنحرجع لها الطلاب الطلاب هم الوقود سواء طلاب دراسات عليا أو بكالوريوس لا بد أن ننظر لهم أنهم هم وقود البحث العلمي للمرحلة القادمة الإسهام في إيجاد حلول لمشاكل المجتمع المختلفة استثمار موارد الجامعة البشرية والمالية للإسهام في رفع ترتيب وتصنيف الجامعة محلياً أقليمياً دولياً كما قلت لكم التصنيف نسعى من خلاله لتطبيق أفضل الممارسات العالمية الجامعات التي وصلت في التصنيف إلى مراتب متقدمة وأصبحت هي من تصدر الجودة لم تصلها اعتباطاً بل وصلتها بممارسات محددة بنيت عليها التصنيفات والتصنيف بحد ذاته ليس الغاية وإنما الممارسة الجيدة التي تجعلك في مصاف الجامعات العالمية تعزيز التعاون بين جامعة الملك خالد والجامعات والمراكز البحثية المحلية والإقليمية والدولية طبعاً حستعرض سريع الهيكل التنظيمي في عمادة البحث العلمي يبدأ من العميد ثم مجلس العمادة مستشار العمادة ثم وكيل للعمادة بوحدات هذه الوحدات أمانة مجلس العمادة وحدة تقنية المعلومات وحدة المشتريات وحدة الدعم الفني والعلاقات العامة والإعلام وأصدارات العمادة وكيل العمادة للمراكز والمجموعات البحثية تم اقترح هذه الوكالة فعلاً لتتماشى مع الخطط الموجودة وهي وكالة تقريباً عمرها سنتين فقط هذه الوكالة وحدة متابعة المراكز البحثية ووحدة المجموعات البحثية وحدة البرامج البحثية والدعم الداخلي وحدة المجلات والنشر العلمي وحدة المعلومات والدراسات الإحصائية ووحدة الملكية الفكرية ونحن لازم بعض الوحدات لم تفعل كاملة خلال لأنها وكالة جديدة وكيل العماد للتطوير والجودة وحدة الجودة والاعتماد الأكاديمي وحدة التطوير والخطط الاستراتيجية وحدة التحفيز والجوائز وحدة النزاهة وأخلاقيات البحث العلمي ووحدة التدريب والمؤتمرات عندنا وكالة للشطر النسائي ووحدة المتابعة للبرامج البحثية والدعم الفني والعلاقات العامة والتنسيق وهذه الوكالة تعمل تقريباً مع كل الوكالات الثلاث السابقة يأتي بعدها إدارة للكراسي العلمية والدعم الخارجي ثم الإدارة للعمادة بنينا عدد من البرامج هذه البرامج أقدمها عمره سنتين تقريباً ما عدا البرنامج البحثي العام فهو تقريباً يعني فعل خلال السنتين الماضية ولكن كان سابق كان يوجد برنامج وحيد بجامعة الملك خالد فبنينا البرامج التالية طبعاً قبل بداية البرامج لابد يكون عندنا نظام نظام إلكتروني لإدارة البحث العلمي كامل في الجامعة وحاستعرضوا وإمكاناته البرنامج البحثي العام برنامج دعم المجموعات البحثية برنامج مكافآت البحوث غير المؤمولة أو أحياناً نطلق عليها النشر الحر برنامج دعم بحوث المبتعثين وبرنامج دعم بحوث طلاب الدراسات العليا هنا الفرق بين المبتعثين هم المعيدين والمحاضرين من الجامعة في الجامعات الخارجية طلاب الدراسات العليا هم الطلاب الذين يدرسون أو مخارطين في برامج جامعة الملك خالد سواء من جامعة الملك خالد أو من أي جامعة سعودية أخرى برنامج باحث المستقبل وبرنامج الكراسي البحثية برنامج الجوائز التشجيعية في البحث العلمي ونظام حجز واستثمار الأجهزة البحثية لدينا نظام إلكتروني يتكون من البوابة ونظام إدارة البحث هذا النظام هو نظام متكامل لإدارة المشاريع البحثية التي تقدمها الجامعة وهو يقدم خدماته عندك التقديم من ضمن الخدمات الإلكترونية كل النماذج والمستندات التي يحتاجها الباحث موجودة داخل النظام استقبال المقترحات البحثية يتم إلكتروني تحكيم أيضا يتم إلكتروني ترسل للمحكمين ثم اعتماداتها كل اعتمادات المجالس في العمادة يطلب البرنامج رقم المجلس ورقم الموافقة بحيث تتم العملية إلى نهاية الإغلاق الفني والمالي ودفع المستحقات الأخيرة للباحث وبعد دفع المستحقات ذا أيضا استصدار تقارير تعكس الإنجاز لكل برنامج من أبرز الخدمات التواصل مع الباحثين الرسائل تصلهم ووذاء عن طريق هذا البرنامج لأي إعلان تقديم خدمات إلكترونية للمحكمين من الداخل والخارج عندنا قاعدة بيانات المحكمين من جميع الجامعات السعودية ومن جامعات خارج السعودية تقديم خدمات نشر تفاعلية عن نتائج المشاريع البحثية المعتمدة للباحثين بحيث لا يحتاج تراجع العمادة أبدا تابع حسابك وستجد عملية الانتقال من مقبول للتحكيم إلى مرفوض أو معتمد للتحكيم الإعلانات الرئيسية ومتابعة سير كل مشروع بحثي على حدة من خلال حسابات الباحثين الشخصية البرنامج العام فقط زي ما قلت لكم هو فعل بشكل فاعل عام 1438 بدايتنا كان باعتماد 260 مشروع بحثي طبعا المخرج كان هنا أن كل مشروع بحثي يجب أن يكفل بنشر بحث في قواعد البيانات المعتمدة ضمن ضوابط النشر العلمي في الدليل الإجرائي للبرنامج عملنا ضوابط حسب التخصص العلوم مثلا والعلوم الصحية والحاسب الآلي الهندسة النشر لا يقبل إلا مجلات مصنفة ISI قواعد بيانات أخرى سكوبس وإبسكو إلى آخره للعلوم الإنسانية فأصبح هناك مخرجات محددة كلها مدروسة لتساهم في رفع تصنيف الجامعة وجودة المخرجات 1439 كان عندنا 191 مشروع قد يصبح السؤال ليش نزل العدد لأنه فتح برنامج آخر اللي هو برنامج المجموعات البحثية فأصبح الدعم موزع بين البرنامج البحثي العام وبرنامج المجموعات البحثية وأصبحنا نركز على المجموعات البحثية بشكل كبير 1440 اللي هو هذا العام تم اعتماد 212 مشروع بحثي 212 مشروع بحثي هنا عندما بدأت البنية التحتية تتحسن والناس بدأ البحث العلمي وعجلة البحث العلمي تسير كان متطلبات البرنامج أعلى ووجدنا تجاوب كبير من الباحثين بحيث كان المطلوب نشر بحثين ISI من كل مشروع بحثي وليست بحث وبالتالي المخرجات المتوقعة هي 424 بحث منشور احنا بدأنا من ال 260 كمخرج إلى 424 أيضاً أحب أن أضيف اللي هو بالميزانية هنا الميزانية أصبحت يعني أقل من ميزانية 260 نظراً لتركيزنا على برامج أخرى أكثر فاعلية في النشر وبناء بيئة البحث الحقيقية طبعاً دائماً هنا في اليمين اللي هو الهدف من هذه المحاضرة بماذا يرتبط هذا البرنامج اللي هو برامجنا كيف تحقق أهدافنا هذا البرنامج يحقق مبادرة رفع مستوى البحث العلمي كماً ونوعاً كيف حيرفع مستوى البحث العلمي كماً ونوعاً طبعاً الكم معروف بالعدد وبالتالي أحنا حققنا هنا أن المخرجات أعلى في السنة الثالثة أو في النسخة الثالثة للبرنامج النوعي هو نوعية المجلات التي تقبل أو يقبل النشر فيها لإغلاق هذا المشروع في السابق إلى عام 1434 كان تقرير فقط بما تم حتى بدون النشر يقبل وبالتالي لا يوجد مخرج أو تبوت حقيقي أيضاً كان يقبل أي مجلة في سكوبوس أو في أي مجلة بأي معايير مجرد النشر يعتبر شيء يعني مقاس ويعتبر معيار لإغلاق المشروع البحثي هنا لا بد من اعتماد المعايير الدولية اللي هي المجلات المحكمة في الوب أوف ساينس في البرنامج حقق فعلاً الكم والنوع إلى حد ما طبعاً تتفاوت في نسبة القياس البرنامج الثاني وهو ممكن نقول أكبر البرامج في عمادة البحث العلمي واللي هو أصلاً رؤية البحث العلمي تبنى عليه اللي هو المجموعات البحثية المجموعات البحثية زي ما بدأت في الهيكل التنظيمي أوجدنا وكالة واقترحنا وكالة اسمها وكالة المراكز والمجموعات البحثية بحيث تركز على بناء آليات وبرامج تخدم فلسفة بناء المجموعة البحثية وآليات النجاح لبناء هذه المجموعة البحثية طبعاً بدأ هذا البرنامج نهاية 1438 39 هذا البرنامج مستمر ليس له علاقة بالسنة زي البرنامج العام اللي هو كل سنة فقط يطلق مرة وحدة وإنما لدينا الآن انتهينا من اعتماد المرحلة السادسة من المجموعات البحثية خلال الثلاث سنوات الماضية اعتمدنا خلالها 244 مقترح بحثي لمجموعات بحثية بعضها قائمة أصبح عندها مقترحين وبعضها مستمرة من أهم جوانب هذا البرنامج اللي هو اشتراط وجود تعاون دولي ضمن المقترح البحثي طبعاً احنا نشجع التعاون بين الجامعات السعودية ولكن الـ added value احنا فتحنا انه الكوبي آيز يكونوا من ضمن الجامعات السعودية بالعكس المشروع اللي فيه تيم مشكل من أكثر من جامعة سعودية ياخذ الأولوية في الدعم ولكن يشترط معه أيضاً أن يكون هناك مستشار أو باحث مشارك من جامعات مرموقة وهنا يكون تواصل بين الجامعة والجامعات المرموقة حققناه واللي هو أصلاً الهدف تفعيل الشراكة مع المراكز البحثية المتخصصة محلياً وأقليمياً وعالمياً فبني هذا البرنامج ليحقق هدف مقاس وليست الشروط فيه عبارة عن شروط فقط يعني للتقديم والتحكيم إلى آخره بل لابد من تحقيق فلسفة وربطة بهدف استراتيجي محدد مقاس ستشوفون في السلايدات الجاية أنه هل حقق فعلاً هذا البرنامج بالإضافة للنشر هل حقق هذا الهدف أم لا؟ وبالتالي سنحكم عليه بناء على المخرجات لهذا البرنامج طبعاً من ناحية النشر يتوقع هناك حوالي 1300 بحث منشور في نهاية 2019 لكن أعطيكم لمحة سريعة قبل سنتين كم كان الملك خالد نشرها السنوي كان لا يتعدل 400 بحث تقريباً كان المتوسط في الخمس سنوات الماضية لا يتعدل 400 بحث منشور حسب قواعد البيانات سكوبوس الآن نحن نتكلم خلال سنتين ونص تقريباً نتكلم عن ثلاث أضعاف هذا الرقم هنا إيس آي وليست سكوبوس أي نعم حتى العلوم الإنسانية ستعرض الآن المجموعات البحثية لدينا خمس مجموعات المنمم أن يكون سكوبوس ولكن لا بدنا نجمرهم بعدد محدد من النشر في ويب أوف ساينس وبالتالي الفلسفة البرنامج أن يكون مخرجات ومخرجات نوعية كيف تصل للمخرجات النوعية ليست كلمة تقال فقط أنه أنا أريد مخرج نوعي بدون ما تبني لها أو تضع لها آلية النجاح آلية النجاح هنا نقترحها هي أن يكون عندك شراكة مع مراكز بحثية متخصصة يتيح الدليل الإجرائي والآليات المعتمدة تتيح للباحث أو للفريق البحثي أن يكون لديه هذه الشراكات وبالتالي يصل إلى مبتغاء عن طريق اكتساب الخبرة من الآخرين فالآن معتمد في البرنامج منذ إطلاقه 244 مشروع بحثي داخل عدد من المجموعات البحثية طبعا بالنسبة للبرنامج راعة فرق التخصصات في تخصصات في إمكانية نشر عالية وأيضا في بنية تحتية في الجامعة فيها إلى حد ما وفي بعض التخصصات النشر فيها فلو أخذنا الماكسيمم سيكون عندك أن تعطلت طاقة موجودة في الجامعة بالتالي تم اقتراحا يكون هناك مجموعات بحثية كبيرة هنا مخرج المجموعة البحثية الكبيرة عشر أبحاث من سنة إلى سنتين مخرج أو المطلوب في المجموعة البحثية الصغيرة المطلوب في المجموعة البحثية الصغيرة أربعة أبحاث بالتالي معروف للباحثين أنه ليست كل التخصصات بنفس أيضا ليس كل الباحثين عندهم نفس القدرة على النشر العلمي فنحاول الميزانية هنا طبعا نتكلم استراتيجية لكن ممكن أي واحد يسأل عن الأسئلة يعني ما في أي مشكلة ميزانية المجموعة البحثية الصغيرة مئة ألف وميزانية المجموعة الكبيرة مئتين ألف زي ما قلت لكم هل نجح هذا البرنامج الهدف منه بناء شراكات بناء شراكات مع جامعات هذه المجموعات بس استعراض سريع لها والشراكات التي تمت من خلال هذا البرنامج طبعا هذا البرنامج لم ندفع على شراكة بس علشان يكون هنا الموضوع واضح إن الجامعة لم تدفع قيمة لشراكة محددة إلا عبر مشروع بحثي وليس هناك عقد بيننا وبين أي جامعة من هذه الجامعات فمثلا مجموعة الأولى كان هناك شراكتين دولية الهند وأسبانيا هنا السرطان والسموم وأمراض القلب شراكة مع جامعة جدة بعدها تونس، مصر، الطائف، الهند بولندا، ماليزيا، أسبانيا، أيضا فرنسا وباكستان والمغرب لو لاحظنا حققنا عدد من الشراكات دولية عبر هذا البرنامج بعض هذه الشراكات فعلا وصل إلى أنه يعمم لجميع الجامعة وهنا بس استعرض الشراكة مع مركز سينكترون سوليل في فرنسا يعني الآن نسعى لا 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 أبدا هذه بيستون اندي فيجولز طبعا بس أعطي لمحة عن نوعين نوعين من الاتفاقات فيه اتفاق بين مؤسستين واتفاق بين باحثين ضمن مجموعة بحثية حضرت محاضرة للاستاذ الدكتور ناصر العريفي في جامعة الملك سعود عن أثر التعاونات الدولية في الأداء البحثي لجامعة الملك سعود وكان استعرض هذه النقطة أيهما أنجح التعاون فردي فرد أو مجموعة بحثية أو التعاون لتوقع الجامعة كانت إجابته 30% نجاح التعاون بين مؤسستين لعدم إيمان الموجودين أحيانا بها وعدم أدوات التفعيل وأي برنامج التعاون عن طريق الباحثين لا تقل نسبة نجاحه عن 70% وكان استعرضها بدراسات وقال اللي بدأ في توقيع فقط بروتوكولات واتفاقيات سيخسر نحن من جامعة الملك سعود وهي جامعة مرموقة في المملكة العربية السعودية يقول نشجع على أن يكون الاتفاق تعمل البرنامج عن طريق الباحثين أنفسهم لأنهم هم من سيؤمن بالفكرة ومن سيعمل على إنجاح البرنامج فقط كنت أستعرض أن تجربة فرنسا كان أحد المخرجات فيها أولاً إشراك الجانب النسائي في العملية البحثية طاقة كبيرة في الجامعة وكان يجب أن يشراك طبعاً دكتورة علا الحاقان كانت عضو من الفريق البحثي زار مرتين مركز سولي في فرنسا فازت هي والليدر الموجود دكتور محمد الغزالي بمشروعين كانت المسابقة على مستوى العالم المركز يستقبل مقترحات بحثية على مستوى العالم ويحكمها ثم يعمل على إعطاءك وقت للتجربة في المعمل وفريق مساعد لك جامعة الملك خالد سجل اسمها في مشروعين بحثية مع هذا المركز كان أحد المخرجات لهذا المشروع نشر بحث في مجلة الـ Impact Factor لها تسعة في الفيزياء نقول في الفيزياء أنه 2-3 Impact Factor شيء عالي هذا المخرج كان في تسعة Impact Factor شيء ثاني نتكلم معهم عن اتفاقية الآن لتعميم هذا التجربة بحيث يكون الطب الأحياء الفيزياء الكيميا كل المتيريال ساينس يكون لدينا معهم نسبة من التعاون وعمل أبحاث في هذا المجال طبعاً هذه جزء الولايات المتحدة نمسا تركيا وصلنا إلى دول لم نكن لنستطيع نفكر أنه بيكون في علاقات طبعاً عبر الباحثين الموجودين والكفاءات الموجودين في الجامعة هذا فقط إحصائية لنرى فين نقطة القوة وفين ما أحب أسميها مكان من الضعف أو نقطة الضعف بل أقدر أسميها مناطق النجاح المستقبلية لأنه مدى إذا كان عندك ضعف في مكان هذا الدليل على أنك تستطيع معالجته بينما لو كان الكل في مستوى عالي سيكون هناك التحدي أكبر أن ترفع نسوة البلاد النمج فعندنا مثلاً التخصصات العلمية تقريباً فيها 172 مجموعة بحثية هذا دليل واضح أن المجموعات البحثية شغالة بشكل كفو تأدي دورها في الجامعة هنا الهندسة عندنا 28 مجموعة بحثية فقط بمعنى أن الهندسة يجب رفع أداءها البحثي وبالتالي نعتبرها فرصة ولا نعتبرها ضعف نعتبرها أنها مشروع لتحسين قادم الطب والعلوم الطبية عندنا تقريباً خمس كليات في الجامعة تقريباً يوجد منها 13 أو 24 مجموعة بحثية كنا في لقاء مع أحد المستشارين نناقش هل هذا حجم كلية الطب طبعاً استغرب تماماً بحجم كلية الطب في أبها أن هذا هو أداءها البحثي وبالتالي أيضاً عندنا الفرصة الثانية أن ننهض بكلية الطب بحثياً بحيث تكون في المستوى الذي يليك بها وبالتالي أنا هنا عندي فرصتين قريبة قريب النجاح فيها وبالتالي يجب أن تركز خطتنا للعام القادم على هاتين الكليتين أحد الأخوات سألت عن التربية التربية تقريباً طوال تاريخها من أعرق الكليات في جامعة الملك خالد إلى نهاية السنة الماضية لم تشارك بأي مجموعة بحثية وكان نصيبها في البرنامج العام قليل جداً لأنهم كانوا يفهموا أن المتطلبات أعلى وأنه لا يجب علينا أو لا نستطيع أن نصل إلى هذه المتطلبات بدأنا خطة تقريباً نهاية العام الماضي مع كلية التربية الآن يوجد خمس مجموعات النشر المقبول على الأقل أسكوبس طبعاً يوجد كفاءات دارسين في جامعات أجنبية ولكن دائماً البشر كذا مؤمن بمبدع عمل الفعل القليل الأقل يعني لو كبينا ماء في الغرفة راح يأخذ أسهل مسار إلا لو وضعت له حاجز سوف يتجه للمسار الأعلى هذا هو اللي يحدث تركيات عندهم ما تطلب جلات ISI الفند لو تنازلت تقول أنتم ما تنشرون لن تطلب منهم ISI وبالتالي سيبقوا في المسار الأسهل رغم وجود الكفاءات رغم وجود الفرص الحقيقية اللي تجعلهم أحياناً يتفوقون على العلوم في مسألة البحث العلمي أخذ مثال مثلاً قسم علم النفس قسم علم النفس هذا ممكن يشتغل مع أكثر المراكز الصحية وممكن يجيبه فند ودعم من المراكز الصحية وهذه عن طريق تجربة وشبكناهم مع الجامعات عندهم الإي ليرنينج تعلم الإلكتروني الجامعات السعودية تشتغل على التعلم الإلكتروني يحتاج نظريات في التربية وفي التدريس إلى آخره لمجال واسع للبحث أي نعم حس تعرضها الآن مع ذا فالتربية هي مشروعنا القادم بدأنا فيها ولكن أعتقد خمس مجموعات ستكون يعني بس فقط بداية كل التخصصات كبيرة صغيرة كل التخصصات متاحة أمامها لكن كل المجموعات هذه هي فعلا مجموعات صغيرة نتوقع أنه يظهر في قواعد البيانات أبحاث محترمة يسمى جامعة الملك خالد من قسم التربية هذا بناء أصلا ثقة ثم بناء أجيال لنقل هذه المعرفة الآن طلاب الدراسات العليا أكبر كلية فيها طلاب دراسات عليا ماجستير ودكتوراه هي كلية التربية لو فقط كل طالب تم أو نشر بحث هذا سيكون إنجاز كبير باسم الجامعة باقي الحاسب الآلي أربع العلوم الإنسانية الأخ يسأل طبعا العلوم الإنسانية بصفة عامة وكذا يعني تقريبا أربع مجموعات بحثية الشريعة مجموعتين بحثية هنا الشريعة واللغة العربية كان لها معاملة أخرى بحيث لا يوجد مجلات تقريبا يعني في نفس المجال وسهل نشر فيها العلوم الإدارية الصيدة لطب الأسنان إلى آخر فهذا فقط إحصائية تورينا هل البرنامج هذا ناجح وهل لازال في فرصة لتحسين أداء الجامعة من خلال هذا البرنامج نعتقد في عمادة البحث العلمي إن الفرصة كبيرة لتحسين أداء الجامعة من خلال البرنامج من خلال البرنامج لك شيء أو لا هنا الهدف هو الشراكات الفاعلة وليس فقط النشر العلمي هي نشر عبر شراكات فاعلة البرنامج الثالث اللي هو برنامج مكافآت البحوث غير الممولة أو النشر الحر كل عضو هيئة التدريس يعني لو ما استطاع أن يحصل على فند أو حصل على بعض الفند يستطيع أن ينشر أيضا من خلال عمله الذاتي وبالتالي لابد أن يكون هناك تحفيز هذا يندرج تحت هذا الهدف دعم البحوث العلمية وتحفيز الباحثين باحث ما يريد أن يرتبط بعقود أو ما أمداه وبالتالي هو عنده potential عنده إمكانية أنه ينشر ليش أنك ما تضع له تحفيز طبعاً كانت بداية خجولة في هذا البرنامج أنا شخصياً لم أكن أتوقع لجاح البرنامج بشكل كبير لأنه كنا مركزين على برنامج المجموعة البحثية فكانت المكافأة 3000 ريال في الإي س آي في أي كيوز وسكوبس في بعض التخصصات 3000 ريال كان هذا اللي وصلنا له أنه نعتمد ميزانية محددة أنا راودني يعني إلى حد ما أن البرنامج لن ينجح بس يحتاج مراجع حنشوف في الإحصاءات طبعاً أبداً تجي بنا بحث منشور إي س آي ينزل في حسابك 3000 ولا شيء نشر حر طبعاً نشترط شروط محددة لأفلييشن حق الجامعة يعني هناك شروط وما حبينا أن ندخل في شروط عميقة ولكن فقط تبين انتمائك للجامعة هذا الإحصائية لهذا البرنامج تم استقبال البحوث على ثلاث مراحل في 2018 كل أربع أشهر المرحلة الأولى تم فلترة دعم 100 بحث بمعنى أن كان المخرج للبرنامج في الأربع الأشهر الأولى 100 بحث ثم المرحلة الثانية كان 35 بحث والمرحلة الثالثة كانت 235 بحث لو نظرنا سنة واحدة مخرجات البرنامج يعني تقريباً يوازي البرنامج العام ففي مجال أن الباحثين ينشرون بمكافأة خطتنا أن نرفع المكافأة بحيث نحقق التحفيز حسب الكوارتر للمجلة طبعاً الآن أعتمد البرنامج بحيث الـ Q1 لها مكافأة محددة الـ Q2 لها مكافأة محددة ثم الـ Q3 و Q4 لها مكافأة محددة وربط أيضاً بتخصصات المراكز البحثية لكي نوجه الباحثين اللي عندهم نشر حر لينشر في الأسكوب حق المركز وبالتالي حققنا هدفين منها رفع الـ Q2 بحيث نرفع له المكافأة وحققنا أن نعمل alignment للباحثين في تخصصات محددة طبعاً لا 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 مكافأة مرة واحدة للبحث مكافأة مرة واحدة للبحث وبالتالي نحن في النسخة 2019 نريد أن نرفع المخرجات البرنامج بحيث تحقق هدفين جودة وتحقق توجيه البحوث في تخصصات المراكز داخل جامعة الملك خالد طبعاً الجودة واضح لا يحتاج تفسير لماذا أنت دائم تسعى لرفع الجودة ستنعكس على أشياء كثير منها السيتيشن منها أصلاً جودة المخرجات لتبني عليها مثلاً أجيال تستطيع أن تنافس في البحث العلمي ولكن ليش نعمل التوجه يجب لكل جامعة أو لكل كلية داخل جامعة لكلها محددة لكلها هوية بحثية مستحيل أن تجد كلية تستطيع أن تبدع في كل شيء بالتالي كان هذا الهدف من هذا البرنامج لا لا مفتوح مهما كان عدد الأبحاث مفتوح البرنامجين الجديدة هدفها اللي هو برنامج دعم بحوث المبتعثين وبرنامج دعم بحوث طلاب الدراسات العليا الهدف فيها طبعاً التحفيز ولكن هنا في هدف آخر إنهم فئة تصرف عليهم الجامعة فئة نشيطة جداً بداياتهم تقريباً كلنا نتفق أن لا يوجد مشروع تضع فيه جهد أكبر من الدكتوراه والماجستير هو جهد مركز عندما نستفيد من هذه الفئة فعندنا أربعمائة مبتعث في الجامعات العالمية والجامعة تبتعث إلا لأركى الجامعات عندما يتم الاستفادة ودعم هؤلاء المبتعثين فأنت تحقق تحفيز لهم تحقق أيضاً استفادة من هذه الطاقة والوقود اللي فعلاً هو يعتبر في كل الجامعات وقود البحث العلمي الحقيقي بدون طلاب الباحث مشتت بين أشياء كثير لكن بالطلاب عندما يكون عنده طلاب هم التيم الحقيقي للبحث العلمي ولا زال البحث العلمي وضعنا هذين البرنامجين أطلقت 2019 المخرجات المتوقعة أنه يكون عندنا 200 بحث من خلال هذين البرنامجين سنحاكم أنفسنا نهاية 2019 أو بداية 2020 سنعمل تقييم ونشوف هل فعلاً وصلنا لتحفيز هؤلاء الباحثين بحيث ينخرطوا في برامج جامعة الملك خالد ونشوف إيش العقبات الموجودة نعطيه طبعاً نحن محكمين باللائحة الموحدة فنعطيه 15 ألف للدكتوراه 15 ألف على البحث وأعتقد 8 ألاف أو 10 ألاف على بحث الماجستير ولي مرة واحدة ياخذ الدعم لكن بالنسبة لنا هو دورنا نحفزه طبعاً هناك شروط البرنامج بعض الطلاب الدكتوراه ينشر ولكن بالأفلييشن حق الجامعة الأجنبية بمعنى أنه لكن عندما تعطيه الدعم هو ينشر ويعمل الأكلولوجمنت لجامعة الملك خالد طبعاً لأنني أشرت لأهداف الاستراتيجية للعمادة فأنا أرجع بس للتذكير أنه فعلاً قلنا سنهتم بالطلاب وبالتالي لا بد أي كلمة وضعتها في الأهداف الاستراتيجية تضع لها برنامج يحقق هذه وإلا أصبحت الأهداف الاستراتيجية عديمة القيمة بالتالي البرنامجين هذه تحقق تشجيع الكفاءات البحثية من أعضاهي التدريس والطلاب وأيضاً استثمار موارد الجامعة البشرية أفضل شيء ممكن يعني رأس المال للجامعة هم الباحثين لا يوجد رأس مال أغلى ويعني أفضل من رأس المال البشري برنامج باحث المستقبل طبعاً هو مبادرة في وزارة التعليم بدأت فيها الجامعة وكانت من ضمن الجامعات التي كرمت العام الماضي لمشاركتها في تغيير وتعديل جوهر المبادرة لتكون فعلاً تعنى بالباحث وليس بالبحث عندنا الولمبيادات الوطنية معروفة مخرجات البحث وعليها بعض الملاحظات ولكن هذا البرنامج قلنا في جامعة الملك خالد وعملنا تقييم له أن النسخة الأولى من البرنامج تقيم البحث ولا تقيم الباحث وبالتالي اقترحنا عليهم أن تكون للباحث وبالتالي تم الموافقة عليها في ورشة عمل في الوزارة وتم اعتمادها حققنا عشرين متدرب وخمسة عشر متدربة من مهوبات التعليم في إدارة تعليم عسير كان هذا هو المراحل التي اشتغلنا عليها ترشيح معلمات ومشرفات لأنهم هم من سيزاول معظم الوقت مع هؤلاء الطلاب والطالبات عندنا ست مراحل إلى أن يصل الطالب فيلتر إلى أن يصل للجامعة لكي ينخرط في عمل بعض البحوث المبدئية وهنا ما أقول بحوث لكي يكتسب مهارات للبحث هذا الجديد في المبادرة لا بد أن يكتسب مهارات البحث وإلا البحث في حد ذاته قد يكون في مرحلة يعني صعبة على الطالب طبعاً هذا بعض الورش التدريبية كيفية توليد الأفكار كيفية تحديد واختيار الموضوعات البحثية جبنا خبراء اشتغلنا معهم وإن شاء الله نرى المخرجات في نهاية 2019 برنامج الكراسي البحثية هنا أتوقف هذه من ضمن البرامج اللي احنا لم نحقق نجاح فيه وبالتالي يجب أن نقبل أنه عندنا جزء من الخطة لم يحقق النجاح ونبحث عن الحلول برنامج الكراة تفضل طبعاً تجهيز المعامل والبنية التحتية ليست المهمة الأساسية لعمادة البحث العلمي يوجد هناك إدارة الخدمات التعليمية رئيسها أو مديرها موجود ضمن الحضور إذا كان يرغب الإجابة أو حتى ممكن النقاش معه حياك الله يعني الإجابة أبداً سهلة هي في ارتباط بين كبير نحنا والعمادة ونعرف خطط المستقبلية وعلى ضوء ذلك نعمل حنا خططنا لتجهيز المعامل عندنا طبعاً جزء من المعامل الأساسية للتعليم والتعلم وفي جزء خاص للمعامل البحثية ففي برامج تطوير سنوية تحدث يعني للمعامل البحثية بناء على الخطط الموجودة عندنا في العمادة وفي مبالغ سنوية مرسولة في ميزانة الجامعة للتحديث فهي طبعاً عمل مستمر ليس عمل سنوي يعني الخطة على عشر سنوات خمسة عشر سنة قدام وأيضاً في الجامعة مراكز بحثية وفي أيضاً خطط المعامل المركزية وشامل القبيل شكراً دكتور سالم طبعاً مدير العام لإدارة الخدمات التعليمية يعمل فعلاً على مشروع إنشاء معمل مركزي بجامعة الملك خالد وأيضاً يعمل على تجهيز المعامل أو المختبرات الموجودة الآن فهي عمل مؤسسي قد لا تكون إدارة هي المعنية دائم بكل شي أنا كما قلت هنا فعلاً كان عندنا نوع من الفيلير أو عدم النجاح في هذا البرنامج فقط هذا الذي هو التوسع لم نستطيع أن توسع حققنا صفر هناك أسباب ولكن ما هو مجال ذكرى لكن أنا أعترف أن الإنجاز عندنا صفر في هذا البرنامج هنا البرنامج أنا ما أدري كم باكم الوقت تقريباً يعني أمر سريع البرنامج الآخر البرنامج الجوائز التشجيعية اقترحنا عدد من الجوائز جائزة النشر في دورتين Nature and Science جائزة الاستشهاد والبحوث باعتباره المعيار الأعلى لجودة البحث جائزة غزارة البحث العلمي كم عدد النشر Number of Publication جائزة النشر العلمي المتميز اللي هو النشر في المجلات المرموقة بالImpact Factor وبعض المعايير عشان نعمل فقط موازنة بين التخصصات لأن الImpact Factor لا يعكس كل شيء وجائزة التعاون الدولي المتميز بناء على مخرجاته وليس المخرجات النشر وإنما حتى اعتبرنا إشراك الجانب النسائي وتفعيل الجانب النسائي في المجموعات البحثية لأنهم طاقة كبيرة في الجامعة بالنسبة أصلا نسبتهم إلى نسبة أعضاء هذه التدريس فتفعيلهم يعتبر أحد المعايير لهذا التعاون أمر سريع نظام حجز واستثمار الأجهزة البحثية عندنا عدد من الأجهزة البحثية نظام الحجز ليس فقط للتنظيم وإنما لمعرفة كم عدد الساعات التي يشتغلها هذا الجهاز وبالتالي لو عندك بعض الأجهزة ترى أن استغلاله قليل بالتالي لازم أن تضع خطة لكي يشتغل هذا الجهاز كامل الساعات فهي ليست فقط تنظيم وإنما لتعطيك خطة لتشغيل هذه الأجهزة طبعا هذا النظام لم يطلق بعد هذه الواجهة ونحن في المراحل الأخيرة من انتهاء من هذا النظام وهو طلب من عمادة البحث العلمي من هيئة الاعتماد المؤسسي ولا زال بينهم متابعة هل تم أو لا باعتباره أحد أهم المعايير للأجهزة هذه تندرج تحت تطوير المعامل البحثية كهدف مبادرات داعمة مركز الاختراعات والأفكار البحثية المتميزة سيكون هناك مركز يعنابها مركز تسويق البحث فقط سأختم الآن أقل من دقيقة هذه اتفاقات دولية حديثة تحقق يعني بروجيكت مركز في مجالات محددة يكون فيها هوية للجامعة فقط هنا في أقل من دقيقة سنستعرض أثر هذه الخطة هل أثرت أم لا؟ سنأخذ قاعدة البيانات سكوبس في 2015 ما عليش الرسم جاي من اليمير للإسار يعني 2015 انتاج الجامعة 319 في سكوبس ثم 409 في 2017 بداية البرامج 469 سيادة بسيطة لها كنها زيادة ملحوظة 2018 اللي هو العام المنصرم 823 حققنا قفزة 78% بمعنى ان البرامج كان لها تأثير على أداء الجامعة في 2019 في الربع الأول فقط إلى مارش 337 بمعنى انه ممكن تضرب الرقم هذا في أربعة تضرب في أربعة نفس الشيء في ويب أوف ساينس كانت 310 396 440 790 لو لاحظنا هناك 823 وهنا 790 هذا يعكس أيضا حقيقة أخرى إن معظم النشر ISI بالتالي بالتالي القواليتي حق النشر ارتفعت وأيضا القفزة وصلت هنا 80% بين ISI معناته أن هنا نعتبره نجاح أيضا 316 من 337 ISI في الربع الأول معناته أن معظم نشرنا ISI في هذا السنة بالتالي لما نقول 1300 بحث نحن 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 نقوله فعلا حقيقي إنه في الربع الأول أنت حققته 300 لو كل ربع مع أنه الملاحظ أنه في المجلات الربع الأخير هو الأعلى دائما طبعا أشكر لكم صبركم حسن الاستماع وتمنى أن نقدمنا تجربة لعمادة البحث العلمي في جامعة الملك خالد تنال استحسانكم وأتمنى أن نوفقنا في عرض ما لدينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر